قررت سبحة الاتهامات الغربية لروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية بريطانيا تتهم الكريملين بسعي لتنصيب زعيم موالي لموسكو في كييف والتفكير في احتلال أوكرانيا الخارجية البريطانية قالت إن لديها معلومات عن اتصالات بين ضباط في المخابرات الروسية وعدد من السياسيين الأوكرانيين السابقين كجزء من خطط غزو أوكرانيا وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس قالت إن المعلومات تسلط الضوء على حجم النشاط الروسي لزعزعة استقرار أوكرانيا الخارجية الروسية سارعت لنفي الاتهامات البريطانية ودعت لندن إلى التوقف عن نشر ما وصفته بالهراء من جانبها عبرت واشنطن عن قلقها مما جاء من اتهامات بريطانية لموسكو مشددة على أنه من حق الأوكرانيين تقرير مصيرهم ويبدو أن واشنطن رفعت درجة التأهب للقصوى واستتوقعت بغزو روسي وشيك لأوكرانيا إذ أعلنت بدأ إجلاء عائلات موظفي سفاراتها في كييف كما كشف مسؤولون أن واشنطن قد تقترح على مواطنيها هناك مغادرة البلاد في السياق نفسه بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع فريقه للأمن القومي الإجراءات الروسية المستمرة تجاه أوكرانيا وتم في الاجتماع إطلاع بايدن على الوضع الحالي للعمليات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا كما تمت مناقشة تدابير الردع التي سيتم تنسقها بين واشنطن وحلفائها إذ أكد بايدن خلال الاجتماع أنه في حال غزو روسيا لأوكرانيا فإن واشنطن ستفرض عقوبات سريعة وشديدة على روسيا بالتعاون مع حلفائها